تركوا في القناة فعلا زي رجال زي تخطي لاي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل امتحان محافظة جنوب سيناء لصف السالس الاعدادة تير متاني لغة انجليزية طبعا كنا شوفنا في الفيديو بتاع امبارح او الفيديو اللي فات حل امتحان محافظة دميات وكان امتحان بسيط وسهل جدا برضو امتحان جنوب سيناء النهاردة كان امتحان جميل جدا للناس اللي ذكرت وحافظت الكلمات وكانت بتحل كتير اللي امتحان مفيش فيه اي صعوبة تقريبا نروح لي السؤال الاول بيقول ودي طبعا خدناها موجودة عندنا في الوحدة السابع بولت داي اي هاف ريد ان انتوريستنج ارتكي بوله اريت مقال ابوت اناشنال بارك اللي محمية طبيعية فبولوا what is it هي ايه ها خلاص من خلال السؤال او رأس السؤال عرفنا الاجابة طبعا بنشره بكلمة what عند از يبقى نعمل المقص يبقى هنقول it is ونحط كلمة called من عندنا مفيش مشكلة او it is على طول ونحط جبل علبة ونحط في لسطوب اجابة تعتبر موجودة في رأس السؤال وكمان تكملتها موجودة بولو الجبل علبة so how space it's name اه يعتبروا جابل نص السؤال فبول it takes it's name from the mountain in the middle of it خلاص جابل الاسف هاو عايز فعلي مساعد مفيش يبقى نبص على takes فائس يبقى نحط مين does يبقى هاو does ها الفعلي يبقى كلمة ايه ات ونحط كلمة take اهيت وهو التكملة بيقول لي it's name سمع حد بقول لي يا مستر نخلالها takes ولا take هقول لك لا بقى خلاص احنا عارفنا ان طبعا ما فيه كلمة does يبقى لازم اجيب مصدر بدون اي اضافة طب قال له it takes it's name from the mountain in the middle of it اللي هو اسم الجبل اللي هو جبل علبة يعني can you give me some more information about it يعني ممكن تديني معلومات اكتر عنها فبيرد باجابة قال له it is a national bar surrounded by grassland دي المعلومات الزيادة السؤال هنا بدأ بكلمة can يبقى يحط طبعا yes of course او sure او certain لو هو بقى اداله المعلومات هايات اللي هي it is ويكمل is سؤال بدأ بي is هنجاوب ب is or no ركز بقى في السؤال ده is it visited by many people every year سؤال بدأ ب is ومعناها هل في ناس كتير بتزور المكان ده كل سنة ممكن تجاوب ب is or no خلي بالك لازم تقرأ من خلال الاجابة قال له because it isn't easy to reach صعب ان الناس توصل لها اه يبقى انت فهمت ان عدد كبير ولا قليل لا يبقى مش كتير is it visited by many people يبقى الاجابة لازم احط ايه شطار يبقى no يبقى no it isn't او no it isn't visited by ونكمل many people every year طب سؤال قال له because كلنا حافظنا يبقى هنبدأ بمين بواي صح يبقى هنقول why isn't it ودي كلمة visited طبعا مرتبطة بالسؤال اللي قبلها why isn't it visited by many people ليه مش بيتم زيارتها بوسطة ناس ايه ناس كسيرة فاخد بالك من السؤال قويس او لحد دلوقتي المحادسة بسيطة ومباشرة فيش فيها غير حيثة ان انا افكر في السؤال ده بس مش اكتر نروح للسؤال التاني سهل ومباشر بديني كلمة did and important and done and unimportant موجودة على الحاجات اللي موجودة في الوحدة العشرة خدنا كلمة هاد يبقى انا محتاج تصريف ايه تالت هتقولي الاجابة دان يا مستر صح لط اف ريسارش بفور زا فرست بيرسون وقض اون زامون ان ناينتين سكيست نايم وان اف زاموست بايس ساينتست جاب لك كلمة زاموست دي ما انت امحتاج صفة يبقى الصفة هنا مين شطار يبقى كلمة important اللي هي مهم از فاروق الباز اللي هو العالم فاروق الباز هي اللي بتقلط in this field يعني في المجال ده ساعد الناس كتيرة افتر studying the moon فاروق الباز started studying desert بدأ ايه بقى الصحراء on the earth اللي موجودة على الارض he used space to استخدم مين كلنا حافظين الى الاقمار الصناعية يبقى كلمة satellites to find space هيجد مين تمام اللي هي rivers اللي هي الانهار يبقى to find rivers that were under the sand اللي هي تحت الايه الرمل اللي هي في صحرايا and this work has helped Egypt and other countries to find new water الاجابات تعتبر مباشرة كلها نروح لي السؤال التالت اللي هو سؤال القطعة pull from ancient times منذ عصر الفرعان من have wanted to fly ناس كابت حاول ان يطير and many attempts كلمة attempts اللي هي محاولات where made before يعني قبل suitable method اللي هي الطرق المناسبة where discovered تم اكتشاف اللي هي الطائرات والحاجات التي يعني نواديز هزي الايام air travel اللي هو السفر جوا يعني معناها has become an important part of our life. يعني اصبح جزء مهم في حياتنا it. it ديت يبقى تشرلي مين? ها شطار اللي هو السفر بالطائرة او السفر جوا او air travel. is the fastest الاسرع and most efficient. efficient ديت معناها كفق. حتى لو مش عارف معناها مش هتفرق معي بحاجة في القطع. way يعني طريقة فيها كفاءة. to travel long distances اللي هي مسافات طويلة. planes للطائرات are the fastest means of transport. يعني اسرع وسائل الطيران او النقل. as there are fewer accent لان الحوادث باتها قليلة. when people travel by plane لما الناس بتسافر بالطائرة than by other means of transport عن اي وسيلة مواصلات اخرى. also يعني ايضا زي للطائرات use less fuel. وقود اقل than other methods of transport. such as cars or trains. يعني بتستخدم وقود اقل من العربيات والقطارات. this means that you can travel the same distance. يعني سافر نفس المسافة. with an airplane. لطائرة لطائرة يعني using only third. ليتلت. of the fuel that you would use in a car. bull planes للطائرات can't take you anywhere. توصلت لاي مكان in the world. في العالم. while you can't travel by train from africa to america. ممكن الطائرات توصلنا لاي مكان في العالم. برغم ان الترين اللي هو القطار بقى خلاص ما يقدرش يخلينا سافر من افريقيا لامريكا. طب ليه? as it is a very long distance. لان المسافة طويرة. in addition. بالاضافة لذلك. air travel is comfortable. يعني مريح. as you can enjoy a meal. ممكن ناكل في الطائرة. watch a film. فرج على film. or read a book. او نقرأ كتاب. on the plane. that's why. لذلك. southern of people. الاف الناس. around the world. يعني حول العالم. choose. بيختارهم. air travel over other means of transport. يعني بيختارهم. بيفضلوا بالسفر بالطيران. على اي واصلة مواصلات ايه? اخرى. however مع ذلك. air travel is expensive. يقول اللي فات كان بيتكلم عن المميزات. طب expensive غالب بيكلم على dis advantage. اللي هي العيوب. as you have to pay a lot of money. تدفع فلوس كتير. for the ticket. مقابل التذكرة. but remember. تذكر. this money is for the services. الفلوس دي بتفعها مقابل services. اللي هي الخدمات. offerd التي يتم عرضها. او توفرها. نروح بقى للسؤال الاول. بيقول. the underlying the word it refers to. ايه تحتاخد تشير اللي بيقول الناس? transport or not? ولا traveling? ولا air travel? هنرجع للقطعة. بيقول it is the fastest and the most. يبقى هنا طبعا بيتكلم على air travel او سفر بالطائرة. يبقى الاجابة رقم دي. being space is one of the. خلي بقى لبقى كلمة دي مهمة. disadvantage. لها عيوب او مساوئ. يبقى هل هي expensive غالية? quick سريع? save? آمن? comfortable? لا يبقى طالما المساوي يبقى منتكلم على كلمة expensive. the underline the word choose air travel over. معناها يفضل الشيء دي على الشيء. الاخر اللي ايه وسيلة مساوئة اخرى. معناها dislike يقرأ. hate يقرأ prefer يفضل ولا need? لا يبقى هناك كلمة prefer بمعنى يفضل. قطعة اسئلتها مباشر. what are the advantages? مميزات of air travel. من غير حتى بنرجع القطعة فهمناه. مميزاتها ان هي ايه? fast and ونحط كلمة comfortable. اي مميزات تانية هتبقى صحية. طبع. what can we do while traveling gonna plane? ايه الحاجات اللي ممكن نعملها? واحنا بنسافر على الطيارة. برضو من غير ما نرجع القطعة بعضنا ممكن يكون فاكر. ها? ممكن نعمل ايه? have a meal واحد. ها? ايه كمان? ها? نسألت الاجابة. watch a film. تمام? في كمان واحدة قلناها. ها? and ممكن نقول read a book. ايه هي التلات حاجات اللي موجودين في القطعة? طب. why do you think you can't travel by train from africa to america? ها? من شطر فاكر من القطعة ارينا. ليه? من الصعب. احنا نسافر بالطياء بالقطار من افريقيا الى امريكا. ها? شطار يبقى because it is. ها? شطار جدا. a long bravo distance. اللي هي المسافة ايه? لانها مسافة طويل. نروح بعد كده لسؤال الاختيارات. وبرضو على المنهج. والاجابات كلها تقريبا مباشرة. pull as base is an instrument. الا used to make distant object. نخلي الاشياء البعيدة ابير نيرر. يبقى بنشوف بها الحاجات البعيدة. كنا حافظنا في التعريفات في اه موجودة ديت في الوحدة العشرة. يبقى ترى سرموميتر ولا تليسكوب ولا ميرر ولا مايكروسكوب. لا يبقى هنا التليسكوب. ايه زا باست في الماضي? we used traditional ways of farming. طبعا قلنا لياها تقليدي. زا انتنيم. انتنيم خلي بالك قلنا ايه? عكس. ترديشنال قديم. يبقى عكسها ايه? ها? حديث. يبقى كلمة مودرن. we can make an adjective from the word cost. من غير ما ببص على الاختيارات. حافظنا ان كلمة cost الصفة منها. يبقى هنا بنحط A L. يبقى الاجابة رقم B. something which is sustainable. قلنا كلمة sustainable. ها? معناها مستدام او دائم او متجدد. يبقى هل يطر الالكتريك كهرابي ولا تمبراري مؤقت ولا رينيوابل متجدد ولا مودرن حديث. لا يبقى الاجابة رقم C. يبقى رينيوابل. it's an easy listen. الدرس سهل. I will explain it to you. هاش رحولك. easy is the synonym. قلنا synonym. ها? مراضي. يبقى كلمة سهل. يبقى معناها complicated معقد. complexa. صعب او معقد. تشيب رخيص ولا simple? لا يبقى هنا كلمة simple. we add the prefix space to the verb write to mean write something again. كلنا حافظنا الكلمة دي والكارات معنا في المنهة الكتير. يعيد كتابة يبقى re write. اوكي? سؤال سهل. نروح للسؤال اللي بعده. سؤال التصحيح على الجرامر والافكار كلها متقرارة. لو حد شافي الفيديو بتاع اللي هم افكار المحافظات. وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. كل الجمل دي تقريبا اتنى اشت. what would you do if you don't understand the homework? طالما جاب لك if يبقى قولنا بنمسك في كلمة if. جاب لإفايات وجاب لمضارع بعدها. يبقى اكيد جواب الشرط مين? شطار. يبقى كلمة will. يبقى what will you do if you don't understand the homework? do you enjoy? خدنا في الوحدة التمنى. ان enjoy من الافعال بجيب بعدها ايه على طول? اي نجيب. بقى playing. زاوتنس told that the building was on fire. يا مستر ما الجملة صح? انت قلتنا لو جاب لي فعل القول ماضي طول دهيت يبقى الزامن ماضي. طب ما هو جاب لكلمة was. هقول لك ارجع للشرح اللي احنا قلناه الفرق ما بين told ومين? اه صح? وسد. هنا told ديت لازم اجيب بعدها مفعول. يبقى البديل بتاعها هنا مين? كلمة على طول. يبقى زاوتنس said that the building was on fire. ولازم اجيبها said ماضي. عشان فعل يقول هنا ماضي. my grandparents used to live on a farm. من اسهل الحاجات. خلاص حفظنا بقى. يبقى اعتاد ام في الماضي يبقى كلمة ايه? used. وهو طبعا جاب لكلمة to. برضو الفكرة داتي قررت في الامتحان اللي فات بتاعه دومياط. my brother didn't go to the club until. قعدة ان قبلها غالبا ماضي بسيط من في دينة والمصدر. بعدها ايه يا شطار? ها? ماضي تام. صح? يبقى كلمة had. ونحط كلمة finished. يبقى هاد وتصريف ايه? تالت لالفة. نروح للباراجراف. موضوع سهل جدا جدا. الناس اللي كانت متابعة معنا على القناة. خدنا الموضوع دوت. وكمان كان موجود في ليلة او مذكرة ليلة الامتحان. الصورة بتاعته اهيت. اللي هو بيتكلم على climate change. تأثير التغير المناخ. وازاي نحمي البيئة.